لندن والزميل محمد الفنيش محمد أول جلسة للبرلمان من بعض الأزمة واستئناف لنشاطه ربما قد يخرج بأول موقف سياسي من الوضع الراهن داخل بريطانيا ماذا ينتظر جونسون وحكومته؟ نعم الزميلة كوثر البرلمان البريطاني يعود إلى العمل اليوم تحت شعارين أساسيين أولا أن الراحة السياسية التي تمتعت بها حكومة بوريش جونسون قد تكون قد انتهت اليوم في تدبيرها لأزمة ما بات يعرف بكوفيد 19 حيث أن الاجتماع البرلمان سيكون وإن كان مختلفا هذه المرة سيكون عبر حضور خمسين برلمانيا إلى البرلمان والباقي يتابعون الجلسة أو يشاركون في الجلسة عبر فيديو كونفرنس من منازلهم كذلك زعيم المعارضة الجديد هنا تحدث عن زعيم حزب العمال كيرستارما سيكون أول حضور له رسميا في البرلمان كممثل لحزب العمال وكممثل للمعارضة على اعتبار أن الحزب هو يتصدر الأغلبية المقاعد المعارضة في البرلمان النقاش سيكون بشأن نقطتين أساسيتين تدبير حكومة بوريش جونسون للأزمة والانتقادات التي صاحبت ذلك سواء من حيث التأخير في حالة الإغلاق حيث أن حالة الإغلاق لم تتم حتى الثالث والعشرين من مارس في حين أن أول حالات فيروس كورونا ظهرت في المملكة المتحدة ظهرت في الثالثين من يناير الماضي النقطة الثانية هو الخصاص الكبير لمعدات الوقاية للممرضين والطباء داخل المستشفيات وداخل دور الرعاية ومراكز الرعاية كذلك وبالتالي حكومة بوريش جونسون ستواجه الآن انتقاد أو معارضة سياسية صحيح أن الحكومة تتحجج بأنها أزمة عالمية صحيح أن الممثلي والحكومة سواء وزير مجلس الوزراء الذي التقى يوم أمس أو مع بوريش جونسون عبر فيديو كونفرنس ونقل أن هناك تخوف من دير وثانية قد تمر منها المملكة المتحدة ونتحدث عن مايكل غوف يبرر كل ما تعيشه المملكة المتحدة ويحاول أن يعطي السيناريو الإسباني والإيطالي أنه كذلك هي أزمة عالمية لكن المعارضة السياسية ومن جزء من وسائل الإعلامة البريطانية يحمل حكومة بوريش جونسون المسؤولية مسؤولية التقصير في التخطيط لاستعداد لأزمة كورونا وحماية الأرواح نحن نعلم أن عدد الوفيات تجاوز 16 ألف بل هو بالضبط 16 ألف و509 حالة وفاة حتى 24 ساعة الأخيرة عدد الإصابات تجاوز 120 ألف وبالتالي حكومة بوريش جونسون ستكون اليوم أمام أول انتحال السياسي شكرا محمد الفنيش كنت معنا من لندن لقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر